اشتركوا في القناة ومعنى ان هو بيبدأ يقارن او يحط السامبلز في كلاس معين او في كلاستر معين based على الدستانس بس ملوش دعوة ان هو قريب منه ليه يعني هو قريب منه في الفاليو بس ملوش دعوة قريب منه في اني فاليو قريب منه في الايج قريب منه في البعيد عنه في الجندر يعني هو بيبص بس على فاليوز ده الكامين طبعا فيه كلاسترينج البريزم سكيرة تانية زي الجاوس ميكسر موديل او الاجليمريتو ميشو تماما الكلسترينج الاجوريزم هيبقى ايه هي بس انا الابليكشنز بتاعتوه كنا نخطط طبعا في الكلسفكيشن ان انا ممكن لو عندي داتا وقرار بتعمل عليها الكلسفكيشن الاجوريزم بل هدف من الاخر ان انا اكلسفاي السامبلي اللي موجودة هي هاز الديسيز ده يعني عندها المرض ده ولا مش عندها بكلسفاي ده ابليكشن او ده ده فيل ده من الفيلس ممكن مسلا اكلسفاي السامبلي اللي جاية ان هي ميل ولا في ميل ده الكلسفكيشن الكلسترينج زي ما احنا متخيلين ان الدياتا بتبقى ده خلالي وما فيشabel فايه هي الابليكشنز او ايها الاماكن اللي ممكن فعلا الاقي ذاتا وماATHANش في حد اعمال لليه عندنا مسلا ال Stark 26 ال MV ده معناها ان انت مسلا لما بتبصد عاليوتيوب وتعمل سيرش مسلا كل شوية انت طالب حسباته بتعمل سيرش على الكمبيوتر زي والبروجرامي والحاجات دي كلها فبيتلاقي اليوتيوب بيجيب لك اعلانات على الناس اللي في حاسبات ما بيجيب لكش اعلانات عن حاجة تانية لو انت كنت اعمال تتفرج على افلامه وسلسلات ومش عارفها ايه فتبصد لها بيجيلك اعلانات عن فيلم نازل جديد هيدي اللي بيحصل ان هو بياخد الداتة اللي انت بتشتغل عليها انت ده بقيت بتعمل بحسة عن حاسبات بتعمل بحسة عن كمبيوتر بتعمل بحسة عن كزا كل دي بيانات يعني بيانات فت بياخدها ال search ID كزا وال content كزا ومش عارف ايه مفيش اي label لل data مفيش اي label هو مش عارف حاجة هو انت بتقول له ان انا مسلا بعمل زرش عن الكمبيوتر فبياخد الكمبيوتر دي على انها معلومة ممكن يحولها into values مش مشكلة بس في الاخر هو بيبصل الحاجات اللي اتخذلي على انها معلومات ويبدأ يبقى عنده معينة بيبدأ يحسب ال distance ما بين ده وده وفي الاخر بيلاقي ان مسلا ان انا اقول لك اي سعر اي افضل كمبيوتر موجود دلوقتي دي حاجة قريبة من الحاجة اللي انت بتصيرش عليه وبالتالي ان انا اقول ان اللي انت عملت اعمله ده تابع حاسبات واددله cluster ان هو حاسبات واددله بعد كده ايه اعمل لك انا assign the recommendation علي هي دي فكرة ال application to clustering ان انا باستفاد منه في ايه ممكن برضه اعمله في اللي هي social network analysis لو انت مثلا دخل على الفيسبوك وقاعد كل شوية بتعمل like لكزا لحاجات معينة تبع الكورة مثلا كل شوية مثلا بتعمل كومنتات على مثلا الكورة فاحنا بنعد او فالمفروض اللي انت عملت عملت اعمله ده تعتبر data data عملت خالها person ID كزا number of likes كزا بلايك على كونتنت كزا فالدة دي احنا بناخدها وفي الاخر من مثلا بنطبع عليها او بنطبع عليها في الاخر بنقول على فكرة واضح ان الشخص ده كده عمال يتكلم عن الكورة فهنبدأ ان احنا نعمل social network analysis في حيث ان انا برضه ممكن اجي اقولك ايه اجيب لك فيديوهات على الفيسبوك خاصة بالكورة اكتر من اي حاجة تانية دي اللي social network analysis ممكن اصلا مش انت بتسيرش على ايه ممكن اعمل analysis انت بتسيرش وانت حبيب الحاجة دي يعني انت عملت سيرش على الكورة وبتكومنت بقى انت على الحاجة التكومنت اللي انت بتكتبه ده التكومنت سلبي ولا ايجابي يعني انت مع ان الكورة تنتشر ولا مع ان الكورة شايف ان هي حاجة مثلا فبنعمل social network analysis بنعمل analysis ال content اللي انت دخلته اصلا بحيث ان احنا نعرف انت هبي ولا سيد ولا انجري للحاجة دي وكانت طبعا ايه حاجات كتيرة كلهم بيقعوا تحت فكرة ان انت ال data لدخلالك احنا مش عارفين هي طبعا عنه جوب او ملهاش label يعني الشخص اللي بيعمل لايك وما بيقولكش على فكرة انا بعمل لايك وعلى فكرة انا بحب الكورة او انا دلوقتي عمالة بكتب بيانات عن الكورة ما بيديكش label عن الحاجة ما ليكتب بيانات كتيرة واحنا المفرد اللي باحدنا بنعرف انه هو بيتكلم عن حاجة معينة فدي ايه الكلاسترين طيب لو انا عايزين ناخد الكلاسترينج الكلاسترينج الالجوريزم بالتفصيل هنلاقي ان الكلاسترينج 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 ده الفكرة بتاعته انه هو بيبدأ يحسب distance between samples يعني مثلا لو انا عندي sample زي كده بابدأ اشوف السامبل دي قريبة من دي ولا لا او قريبة من دي خلاص السامبل دي المفروض تبع ال point دي تبعه طيب النقطة دي قريبة من السامبل دي ولا قريبة من اي حاجة تانية لا اهلا ان دي بعيدة عن السامبل دي يعني لو انا مثلا عندي نقطة دي والنقطة دي دول نقطتين عايز اقسم ال data into two closers او two clusters فبشوف النقطة دي قريبة من النقطة دي خلاص مسلا انا امم لو انا مثلا برفيري ان انا عندي two clusters او نقطتين عايز اقرب ما بينهم تماما فانت في الآخر بتقول النقطة اللي هي اللونهااسرق ايه على قطرة النقطة دي قريبة منها ولا قريبة أكبر من النقطة التانية دي هل هي لانها قريبة من النقطة ايه دي طيب خلاص بتحطي معاه في نفس الجهود تلك الكلاستر ده طيب عجب على كمسال ناخد النقطة دي نقطة دي قريبة من الكلاست ده أو من النقطة دي ولا قريبة من النقطة دي لا لا قريبة غروب خلاص تحطي معاه في نفس الجروح وكذا فالk meansه بيشتغل بفكرة the distance بيبدأ يحسب ال distance between كل نقطة و set of points set of points دول بنسميهم ال centroid أو ال means بتاعتنا ده بسميه mean وده بسميه mean يعني نقطة أنا بخدها referensلية بكأن هي النقطة اللي بتعبر عن الجروب الأولين ودي النقطة اللي بتعبر عن الجروب التاني بابدأ أحسب ال distance between كل السمبلز والنقطة دي وأحسب نقطة بين كل السمبلز والنقطة دي وفي الآخر ألاقي إن السمبل دي هنا والسمبل دي هنا والسمبل دي هنا تمام؟ فدي فكرة ال k-means بنسمي طبعا means اللي هو average والk اللي هو أنا عندي كم k يعني تواخد كم نقطة بخدولة أنا مثلا ما أقضى النقطة دي والنقطة دي فأنا كده ال k بتاعت باثنين طب لو كنت قلت إن أنا عايز أخذ نقطة دي كمان عشان إن هي تبقى referensلية أو إن أنا عايز أعمل ثلاثة clauses يبقى إن ال k بتاعت بكام بتلاتة مم؟ طبعا ال k-means ممكن يتطبق على data 1D أو ممكن يتطبق على data 2D أو ممكن يتطبق على data 3D سوري ممكن طبعا يعني أكتر من 2D فدي طبعا 4D لإن أنا عندي feature الأولية والثانية والثالثة والرغة خلاص؟ فممكن تطبق على 1D و2D و3D إيه اللي بيحصل؟ هو عادي يعني أصلا 1D و1D دي يعني feature واحدة خلاص؟ يعني أنا بيكون عندي تاول كده مفهوش غير feature واحدة اللي هو مثلا الويت الوزن وراحيلك 50 60 70 80 مش عارف إيه فأنا المفروض من النفسي أعرف إن كل ال values اللي مش عارفة عنده فيهم كذا طبعا كلاس كذا وطبعا كامل اللي عنده فيها كلاس كذا ه Souls مثلا وال ouais الفكرة كلها إن ان 2D تعرف ترسيمه ولكن ده ما يفعش ترسمه أي حاجة برا 2D صعب أنك ترسمه طيب عايزين ندخل في التفاصيل اكتر او نشوف ممكن يطبق ازاي مثال على الكيمينز وهنا طبعا بيقولك ان الكيمينز هو يعتبر اتريتب يعني هو بيطبق حاجة ويبدأ يكررها تاني وبيقف طبعا عند ما بيحصل بيحصل كونفرجنس او بيقف لما بيوصل لكونديشن معي هاي وضح طبعا بالمثال او اولا انا عملا اقول ان انا عندي هنا سامبل السامبل دي والسامبل بحسب الديستنس بجيب كل سامبل واحسب الديستنس بينها وبين الثلاثة point store تاخدر point store جومي الاول منين اول حاجة خلاص باختارهم ايه راندمي start by randomly choosing key points انت عايش تكلاسفية data دي لكم سامبل لكم كلاس ثلاثة خلاص اختار لي ثلاثة بوينس عشوائيين من كل البوينس اللي عندك فانا اختار مثلا النقطة اللي هي ال d و d و d طيب طبعا انا ممكن هنا برضو في ال data دي لو قال لي انا عايزة اختار two classes ممكن اختار نقطة دي الاختيار في اول step او في اول iteration بيكون عشوائي ممكن اختار نقطة دي و نقطة دي فبقلق فتلاقي بقى انا ممكن هكلاسفية كل دول في doody class و كل دول في doody Ice لان كل دول يعتبروا قريبين من� д تمام ہو فى الكي بيابي بيامشي في اتريشنز او التريشنز او ele твоjan بتبدأ بان انا بقتار random pointsه بعد مدين اللي انت عايزة bạn بتسأل يعني ال impetus keей منز انت لازم يعيندك data تاني حاجة تعرف انت هتقسم data into cam CLASS او كلاستر فبتبقى عايز تعرف الكي لما بتعرف الكي خلاص كده ده الامو بتاعك اول اتريشن او اول بروسسنج انت بتعمله ان انت بتبدأ تختار كي سامبلز عشوائي من السامبلز خلاص انا هنا اخترنا مثلا اتنينهم لو انا عايزة لو انا عايزة الكي بتاعتي كنت عايزة تلاتة فانا اخترت تلاتة سامبلز لو عشوائيين اي اي حد فيوك ممكن اختر اي سامبل تاني ممكن في الفيجر ده مسلا انا قلت الكيب اتنين كيب اتنين يعني انا عايزة اختار اتنين بس سامبلز فاخترت النقطة دي والنقطة دي تمام وانا اخترت كده اي حد ممكن اختار اي نقطة دين تاني دي اول بروسس او اول ممكن تعملها في الطبيعي طبعا طالما انا حسبت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كده فبعد على كل السامبل مقارنة بقيه واحدة بعد على كل السامبلز مقارطاً بكيه 2 وبعدين بحس بإيه ومسأل لو عندي كيه كمان بحس الـ distance between كل السامبلز دول كيه 3 طبعاً بيكوني في الآخر 3 distances السامبل الواحدة بقالها 3 distances السامبل الواحدة distance بينهو بين كيه 1 و distance بينهو بين كيه 2 و distance بينهو بين كيه 3 بس بأخذ المنمم بقى يعني أشوف الألغروزما يشتغل إزاي بس الفكرة كلها أننا يعني إيه أنا بدأت عربت الأمب بتاعي اللي هو السامبل والكيه هبدأ أخترت سنترويد أخترت سنترويد أبدأ أحسب الـ distance حسبت الـ distance خدت المينمم لو أنا جت بقى وخدت المينمم هل أنا كده أقف يعني أقف من أول اتريشن لا نحن بنقف هنا نعمل حاجة اسمها يعني بنقف كلمة نقف دي يعني convergence بابدأ أعمل convergence إمتى بابدأ أقف إمتى لما بتلاقي أني أنت عملت اتريشن وطلعت أن السامبل الأونية تبع class 1 وكل السامبل مثلا تبع class 2 خشعت الـ attrition للتاني تبدأ الـ attrition التاني لقيت أن السامبل الأونية تبع class 1 وكل السامبل تبع class 2 وخلاص كده أقف وإفتن إمتى لما لقيت التأسيمة اللي عملتها في iteration هي هي نفس التأسيمة اللي عملتها في iteration اللي بعدها تمام دي فكرة الـ convergence بقى في إمتى هو iterative هو loop بقى في إمتى لما بيبقى ده condition يعني تمام طبعا ده شكل تاني لـ k-means بيبقى عندك الـ algorithmic بيبدأ بتاخد الـ input بتاخد number of clusters طبعا والـ data بتبدأ تحسب بتحسب distance بتاخد group based on minimum distance دي إتريشن بتوقف لا أما مفروض طبعا تكمل تكمل لغاية لما الـ condition زي ما قلتك بيتحق طيب ده بيكون result بتاع k-means لانت لو عايز عندك input data عايز تقسم into two clusters بيبقى كده عايز تقسم into three clusters بيبقى كده واقع كده طيب الـ features اللي بتبقى عندي بيبقى لها معنى يعني لما قلتك أنا عندي two features بقى عندي هنا الـ age مثلا وعندي الـ الـ الواحد في سنة كذا بيصرف مصاريف قد ايه عندي سنة كذا بيصرف فلوش قد ايه كمام طيب ما يجي قلتك ايه هو السنترويد السنترويد ده ايه ده از imaginary location بي represent the center of crust عادي الوقت لما جيت قلت أنا هختار السنترويد ده مثلا ده ويه هختار مسلا السنترويد ده عام نعم ده ده الكامينز طيب اشتركوا في القناة لو عايزين ناخد مثال يوضح الفكرة اكتر للكامينز خلينا ناخد مثلا مثال على 2D ان انا بيكون عندي 2Features لو بصرف النظر عن ايه هما 2Features دول عندي مثلا الفيشرة الاولية دي ودي الفيشرة التانية ما عنديش طبعا ال label ال column ده بس بيربزنتي بس ان انا بقولك السامة الاولية والتانية والتالة وكزا مش حاجة لها معناه طيب ال k-means بيبدأ بايه بيبدأ بان انت احنا طبعا اتفقنا ان هو iterative بس لازم ابدأ براندم سنترويد فلنفرض مثلا ان انا ااخد السنترويد ده ويه السنترويد ده طبعا خط اتنين ليه لان هو مثلا في المسال ده ايه اللي ان انا عايز اتنين كلاسترز بس فانا given data اللي بشوف انا عندي يعني ال data وال k بابدأ اعمل حاجة بختار random سنترويد تمام طبعا يعني هو متوقع ان يكون ده شكل الكلاسترينج بس عادي مش دازم ده اللي يحصل في الاخر احنا هنمشي لغاة لما نشوف زي كان ده اللي يحصل طبعا لأ ان انا عندي data زي ما انتم شوفين كده data دي اللي في ال table دي هي هيها نفس data اللي في ال table دي يعني انت لو جالك data بالمنظر ده ممكن تتحولها لل table ده خلاص اا يعني هو لو هو القرب لك في الفهم ال table ممكن تتحول ال data اللي جالك في الايه لجاته ام طبعا انا بعتذا طيب white ام دلوقتي باس فهن습니다 المسالم الاول لو انا عندي key means لو انا عندي data قصدي 2d يعني عندي two features two features دول اللي هما variable one والvariable two data بالمنظر ده انا عايز فقط من الوقت انت هتقول لي على فكرة ان السامبلز اللي موجودة مسلا دول كلهم تبع كلاستر واحد والسامبلزي كلها تبع كلاستر واحد او عادي يعني ممكن يكون السامبل دي ودي ودي مش لازم يكون السامبلز اللي كان ببعض فانت عايز في الاخر تطلع لي تقول لي ان السامبل واحد او تلاتة او عاشرة يعني اي سامبلز جروب معين بينتامل الكلاس الاولاني وجروب تاني بينتامل الكلاس التاني فانا ممكن ممكن طبعا انما تخيل ان ده لشكل الريزلت في الاخر طبعا انها ما معناش الاجرزم ولا حاجة ولا بشوفنا دينا ممكن تبقى ازاي بس انا اتخيل ان هو ده ده الهدف الهدف ان انا ببقى عندي data 2d انا ببقى عايزة اقسمها into two clusters فيبقى عندي ايه two circles كده وكل circle ليها centroid يعني ليها ايه حاجة اا يعني المفروض انها في المنتصف او بتربريزنت المين بتاعها وكل السامبلز اللي دي مسلا الخمسة وستة وسبعة بيروحوا كلهم طبع السامبل الرابعة في class واحد او في cluster واحد وواحد او ثلاثة بيروحوا مع بعض مع السامبل اللي يا رقم واحد اا في cluster الواحد امام فالطبع طبعا انت ممكن يجيلك data على هيئة على هيئة جريت زي كده يعني two d اا وتبدأ انت تشوف السامبل دي معناها ايه يا اما هو يقول لك مثلا السامبل دي اا يكتب لك كده ان هي واحد واحد او انت تبدأ تشوف فيها كوميتها كام واحد واحد هنا مثلا السامبل دي مثلا اتنين وهو واحد ونص اا لو هو يعني هي اتنين واحد وص لو بس واحد او انت باعتبر واحد ونص واثنين فانت بتبدأ تشوف السامبل دي فيها ايه وبعد كده بتبدأ تدخل في ايه في اما ديتك تجيلك كده يا اما تجيلك في المنظر ده لو جات لك كده فطبعا هي كده straight forward لكن لو جات لك كده بتبدأ بتكون من الشكل ده جدول وماثل ده بالظبط بحيس تبقى عارف في السامبل اوانية ايه وفي السامبل اوانية ايه السامبل التاني�� المنتجي بادي وبروا 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 التاني وهو خمسة وأنا من التاني هو خمسة وأنا من خطوة التانية في التوالي بتبدأ تحسب الدستانس حوميا between كل دلقين والكلاستر الاولاني لو انت عندك مثلا التوالي كان كان اسم واحد واحد ببدأ أحسب ال البيستانس بين كل الـ We Capt made واخمسة وشبعة ЯبV دستانس ستبقى عاملة ازاي. كماما؟ ده سنترويد التاج. بحسب الديستانس ازاي. مش فاية محسب الديستانس ازاي. طبعا انا فتوره كتير عشان نحسب باد دستانس. فيه مثلا اكليدين دستانس في حاجة صنعه من هاتين دستانس. الاكليدين دستانس بتقولك عايز تحسب الديستانس بين حاجتين بتبقى اكس ناقص واي. زائد والاي زائد البي سكوير. طبعا ممكن نقول اكس واحد انيان بها ممكن نقول اكس واحد ناقص اكس اثنين سكوير. زائد واي واحد ناقص واي اثنين سكوير. هي اياه. ممكن تعمل كده. يعني دي دي معناه ان انت بتعمل بس ايه سكوير وي ارود. اه اكس واحد نقص اكس اتنين. اه هي بس موجودة في كتب كتير ابتورة مختلفة. فعندك اكس واحد نقص اكس اتنين اه سكوير اه زائد اه الواي نقص واي واحد نقص واي اتنين بسكوير. تمام? تمام? دي الاكليدان ديسترسية موستيكمة اللي يوزد في الكيمينزي. لو حصل وحد قالك لازم تستخدم المنهاتن فعادي ما فيش مشكلة. هما الاثنين بيطلعوا نفس النتيجة. اه بس دي دي طويلة شوية والتانية ايه ستريت فرور. المنهاتن بتقول لك ان انت بتقول اكس نقص اه ايه? اه موديلس اسمها ايه? اللي هو مكياس يعني زائد الواي نقص البي. يعني ما بين اه. يعني انت تطرح حكتين من بعض وشوف اللي هيطلع ايه وملكش تطعب الاشوارة. يعني لو الطرح تطعب السلب مش مهم. هو ده اصدو يعني. ودي برضو على فكرة هتعمل كده. لو عملناها تريسيك نتو الوقت هنلاقي ان دي بتجمع لك الحكتين وتهتمش بالاشوارة. اه وهنا دي بتجمع لك اللي اتنين وتهتمش بالاشوارة. فهنشوف بس ايه نعمل تريسيك بالاكريديانس. بالاكريديان ونشوف. اه اه طبعا ده كده الروت. العلامة دي يعني روت. ماشي. انا كده عندي روت. وحاجة نقص حاجة سكوار زائت حاجة نقص حاجة سكوار. انا ما اسكى السمبل الاوليين. السمبل الاوليين كلمتها كام واحد واحد. اللون الاخضر ده. واحد واحد. ده كلمة السمبل. طيب. اه لو عايزين اه دي اللي هي الدستانس بين الواحد ويه يعني السمبل الاوليين وما بين السمبل الاوليين. واحد نقص واحد زائد واحد نقص واحد جسكوار. اه طيب لو السمبل التانى السمبل التانى اتنى كانوا ده كم واحد ونص واثنيه. بيبقى عندك واحد نقص واحد ونص زايد واحد نقص اثنيين مين الواحد دي اللي هي موجودة معانا هنا كده في كل الحاجات اللي هي الواحد دي تماما ومين الواحد دي اللي هي برضو موجودة معانا هنا كل السامبلز هتبقى الواحد دي خلاص ما انت بتبقى كل السامبلز بتبقى واحد نقص الكمت السامبل الـ x بتاعتها وي واحد نقص الـ y بتاع السامبل اللي انت واقف فيه اللي هي واحد دي واحدين عشان السنترويد بداخلا لو جينا هنا حسابنا الديس تنس بتوين السامبل دي وما بين السنترويد اللي هو في حمسة وسبعة هيبقى معاك ايه؟ root للخمسة ناقص واحد زايد الخمسة ناقص زايد السابعة ناقص واحد السامبل الاولية بتاع اسمها واحد وواحد يبقى عندي خمسة ناقص واحد زائد سبعة ناقص واحد طبعا دي سكوير ودو سكوير وبعكيها باخد لها الروت طيب بقرر نفس اللي عملت مع السامبل زي كلها اهي هنا ببقى معي خمسة ناقص واحد ونص سكوير زائد سبعة ناقص اتنين سكوير وبتجمع وتجيب الروت وفي الاخر ايه تشوفوا الكله تمام اه اعاز اجيبلكم بس مثال سريع يبقى لك الكريدن بتعمل ايه لو انت خدت البتاعة دي كده ماشي واحد ناقص خمسة كاما واحد ناقص خمسة طبعا فروسة لابه اربعة ماشي خليها اربعة وواحد ناقص واحد ناقص اه ممكن عشان ما مالهاش روت طيب اه اه ماشي دلوقتي بالنسبة لكي مينزي انت بتبدأ تعدى على كل السامبلز بتحسب الدستانس بينها وبين السنترويد الاولاني بتعدى على كل السامبلز بتحسب الدستانس بينها وبين السنترويد التاني وفي الاخر بتطلع لك قيم خلاص اه طيب ايه بقى اللي بيحصل انت الوقت تدعلك للسامبل الاولانية دستانس بينها وبين الكلاس الاولاني ودستانس بينها وبين الكلاس التاني انهي الاقل الزيرو خلاص اخد الزيرو يبقى السامبل الاولاني تبعاني كلاس تبع سي وان طيب ها نفذ اللي عملته مع الكلاصي الاخرات التانية كله اثنين طلع علي دستانس تبع سي وان ودستانس من سي ايه تو من الاقل او دي بيبقى السامبل التانية تبع كلاس الاولاني هنا برضو تلاتة عندي دستانس او عندي دستانس الاثنين تلعب يسوي بعض برضو يسوي بعض دي ايه دي كومنتي كده لو تلعب يسوي بعض واخد اي واحدة يعني ممكن نخلي التالت تابع C2 ونخلي التالت تابع C1 خلاص فنفرض ان انا يخليهم تابع C1 طيب هاعدي على سميل الرابعة الرابعة طليع للدستنس وهنا طليع للدستنس كان الاصغر مين كان الاصغر زيرو فخلاص تبقى سميل الرابعة تابع الكلوس التاني وهكذا هنا عندي اربعة وعندي اثنين ونصققل هيبقى وهكذا في الأخر بالنسبة للاول اتريش انا اختارت الندم سنترويت حسبت الدستنس حسبت كل سامبل بزغع الدستنس حسبت كل سامبل بتنتعمل انا كلاس بزدع منوام الدستنس طيب挺 little bitmein يأنا قلت انه ايتريتف فانا هجب مرة اقف عليها اليfertiti يعني اتريشن والاتريشن اللي بعدها وأقرن نفس بيها هل النفس التاسيم ولا لا طبعا عملت اتريشن واحدة فأقرن نفس بمين لازم أعمل اتريشن كمان عشان نتكرر نفس بيها على الأقل فالمنوم نمبر في كي مينز لازم يكونوا اثنين عشان نبدأ أقف المنوم نمبر في الكي مينز عشان نعمل كنفرجنس لازم يكونوا اثنين خس اخترت خلاص انا دلوقتي عملت اه اعملت اه جبت وعرفت هنا ان واحد وثلاث طبعة الكلاز الاولاني وثلاثة او اربعة وخنص دا. عايز ابقى اخش على اللي بعدها. اللي بعدها لازم تبدأ بنيو سنترويد. انا كنت بدأت اي تريشان بتبدأ بسنترويد. اللي بدأت برانم سنترويد. هنا واحد زائد واحد ونص زائد تلاتة على التلاتة دي مإيه الاكس بتاع السنترويد الجديدة. هتيجي على عايز تجيب واحد اين وثلاثة involve nějacantes كان واحد واثنين وربعة يبقى واحد زائد اتنين زائد اربعة على التلاتة. دي هي طلع على واحد ثلاثة وثمانين واثنين وثلاثة والثلاثين. دي كده السنترويد الجديد. ancora عندي سي واحد قبل كده سي واحد كانت بواحد واحد. دلوقتي بقى بواحد خلاص دي peatratratioealين جيد desires literary ماشي طيب il Jo طبعا انت ترضبها كل شوية يجيلها mound uh كل concentration that �öffnung 겠다 علي manager validity ما أبدأ أحسب إيه سنترويد تاني أو value تانية للإيه للسيتو في العلي هنا مثلا أربعة واثناشر وخمسة وتماني وتلاتين جات منين الخمسة وتلاتين دي طبيعي أنت عندك براتي أربعة سامبلز أربعة وخمسة وستة وسبعة بتشوف الأكس بتاعتهم بكامل الأكس بتاع الأربعة وخمسة والسبعة هتلاقي أن الأكس بتاعت الأربعة كانت الخمسة والأكس بتاعت الخمسة كانت تلاتة ونص والستة كانت أربعة ونص والسبعة كانت تلاتة ونص لأن أجمعهم على الأربعة ودي برضو الواي بتاعتهم بتبقى خمسة وسبعة خمسة وخمسة واربعة ونص على الأربعة يديني خمسة وسبعين ليه أسمنا على الأربعة عشان نسمي زي على تهربعة ليه أسمنا على الأربعة عشان نسمي زي على تهربعة هنا نسمي على تلاتة ونسمي على سبعة وفي العموم لازم يبقى نسمي على سبعة يعني مجموعة 3 زائد 7 زائد 4 يديني 7 لان الagembles اصلا اللي عندي 7 خلاص لو جت عملت لي جدا وجدك هنا 2 فلازم دي بقى خمسة دي بس ايه فوريور وانت بتحلي انا تخب بالي طيب ده كده انا دلوقتي بدقة في الطريشان الثانية فببدأ بان انا اجيب نيو سنترويد صح طيب عايزة بقى اشوف ايه اللي يحصل هاحسب الديستانس برضو. بحسب الديستانس بتوين الجديدة اللي هي مش فاكرة رقمه. كامسان سي واحد اللي هي كانت واحد ما تعريبا واحد تمانية وتلاتين. واتنين واتنين ثلاثة ثلاثة. خلاص? بحسب الديستانس بين كل السامبلز والسنترويد الاولاني. واحسب الدستانس بتون كل السامبلز وهي السنترويد التاني. تمام? اه وكل مرة بطلع دستانس. فالسامبل الواحدة ببقى لها دستانس بتون الكولاس الاولاني. دستانس بتون الكولاس التاني. خلاص? اه فهنا برضو بتعمل الروت. روت اه واحد ثمانية وتلاتين. اه ناقص واحد اه سكوير زائد مش عارف ايه سكوير. خلاص? تكرر نفس اللي عملته. اه المفروض طبعا انا ببدأ اشوف السامبل الاولى يطلعلي واحد وخمسة وسبعين. وخمسة وثمانية وتلاتين. انا الاقال دي. خلاص. بس سامبل دي تبع الكولاس الاولاني. السبعة واربعين من مية. والا ربعة مش عارفت كان فالا ربعة سبعة واربعين من مية يبقى كده. وجدت جرب على السامبلز التاني هتلاقي ان السامبلز دي كلها. سبع الكولاس التاني. خلاص بدي سي تو. اه بس فانت كده دلوقتي اه هنلاحظ حاجة. اولا انا اه في اول اتريشان عملت سنترويد. حسابت ديستانس. اه عملت جروبي. الاتريشان اللي بعد عملت سنترويد. عملت ديستانس. عملت جروبي. في كل اتريشان بتاني تلات خطوات. بقى في امتى? المفروض ان انا عايز اسأل نفسي اطول لقى. الاقي الاتريشان اللي قابلي. فاتقالت ان سامبل وان وثو سري تبع كلاس وان. واربعة وخمسة سبعة. اه سبع كلاس وان. هنا بقى بقى كمان. اه عشان اه اشوف من اللي صح. طيب. طيب. طيب ما ابدأ اخش باتريشان جديدة يبقى اعمل جروبي. اه ابدأ احسب سنترويد جديد. بتخليك يا سنترويد ممكن يبقى ايه? لو انا عاملة اه عايزة احسب سي وان. اه يعني كلمة تانية لسي وان. يعني سي وان للاتريشان التالت. اه انت بتشوف السامبل السامبلز اللي عندك تبع في سي وان ايه? اللي هي النقطة دي. والنقطة دي. بقى واحد زائد واحد ونص على الاتنين. واحد زائد اتنين على الاتنين. خلاص واحد زائد اتنين على الاتنين. اللي هي اه واحد ونص. فالسنترويد ده هيبقى واحد ونص هنا. وهنا مسلا هيبقى مسلا واحد او حاجة. قريب من الواحد. ماشي? لان دي واحد زائد اتنين واحد زائد واحد ونص اتنين ونص على الاتنين. خلاص? اه طيب واحد وحاجة من عشر. طيب ده c2. اه c1. اه c1 جديد الاتراشن اللي بعدك. طبعا هتبان في السلاد اللي بعدك. هتيجي انا عايز تحسب here 2 الاتراشن دي. هتعمل اي? اي c اي سنتردلو اكس و واي. اولو اه اندي اتنين بس عشان عاندو خلاصة اصلي. طيب. اه عاندو فتشوف الاكس بتاعتك ايه اه? ديبقى ثلاثة زائد خمس زائد ثلاثة ونص زائد اربعة ونص. دي ثلاثة ونص على ايه بقى? على الخمسة. انا عندي هنه اتنين ودول خمسة. السامبلز دي خمسة واحد. اتنين مشدami ثلاثة اربعة خمسة ساقش ايهان الميقولها واحد اتنين تلاثة اربعة خمس ماشي فعندي خمسة سامبلز هيبقى اا تقسس اه تجمع الاتنين الخمسة والثلاثة ونص والاربعة ونص وثلاثة ونص على خمسة وانه هنا تجمع الاربعة والسبعة والخمسة والخمسة والالربعة ونص على اه Breakfast. طيب اه نشوف بقى Turn Prayed ممكن يكون حاسبول زيزاك. اتلاقي هنا هي حاسبولك برضو بالطريقة دي. اه عنديanne van هنا افق كذا كذا الاثنين وهنا كذا كذا على الخمسة اه ايه دول اللي هي ال اكس والواي بتاع الاكس بتاع الاوين. دي لايكس بتاع الخمسة المال. دي لها تلاح نها واحد ورابع نها واحد ونص. طليع له ان يدوات في التالت حساب تسينترويد بقى بدا اعمل ايه دستانس تاني. خلاص. ففو نظر بقى ان انا هقعد اعمل دستانس تاني هلاقي ايه هلاقي ان بتلاح هو هواه هنا قل ان السامبي الاولية والتانية تابع تابع الكلاز الاولاني وهنا استملت ربعة التالة ربعة خمسة ستة السبعة تابع الكلاز التاني بمفروض اقف 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 ليه لان الاتريشن دي عمل جروبنج بشكل والاتريشن اللي قابلي عملت نفس الجروبنج بقى نقف طيب ايه فرض مثلا المثال اللي كان جاي لك في الامتحان كان هيعمل كونفرشنس بعد عشر اتريشنس هل بالمنطق يعني ان انت تقعد تعمل عشر اتريشنس اكيد فيه فرق ان انت ترن الكي مينز عندك على الجهاز وتستنى ان هو يكونفرش وده الكونفرشنس بتاعه بيكون بيكون فورشور او ان انت تكون بتاخد الكي مينز عندك في الامتحان لو انت خدته في الامتحان فيا اما هيسيبك عادي لو هو اصلا الحاط الامتحان عارف ان هو يكونفرش في اتريشن واحدة او اثنين او تلاتة ده بتغالي تلاتة تمام لكن لو هو يكونفرش في وقت كتير فهو ممكن في السؤال يقول لك اا اعمل لي وان اتريشن بس اعمل لي تو اتريشنس خلاص فليه هو بيروح ايلك تو اتريشنس عشان وقت الامتحان بس لكن هو الطبيعي ان هو بنستنى لما يكونفرش وكمان يعني برضو ممكن نعمل نقول لك كام اتريشن علشان يعني اف ان الكي مينز ما عملش كونفرشنس مش هفوت ده نقعد اعمل انفاينات له اا ممكن هو ما يعصلش كونفرشنس اا فا يعني الرول العامة ان انت بتسيب الكي مينز ان هو اا يعمل كونفرشنس او يكرر لك ان هو يقف ده لقا بس ده لنا لسه الا ده ان هو جروبينج تو اتريشنس يبقى زيبا لو حصل وان هو حد قال لك اعمل سيتو في اتريشنس يبقى هو بس عشان وقت الامتحان ممكن بس عشان يمكشور الكونفرشنس او مش عايز يخش في الفغينات له بس وارد ان هو حد يقول لك ان ان انت ممكن تعمل اا نمبر في اتريشنس بس خلاص اا طيب يقول لك ما حصلش تشينج وبالتالي الاجرزم هيوقف وبعدين هيبقى السامب الاولية والتانية تابعة كلاس الاولاني واللو بش عارف ايه الواحد من تابعة كلاس تاني خلاص ايه هي الادفانتش بتاع الكي مينز الكي مينز ان هو يعني هو فورشور اكيد هيجي في مرة هيوقف مش بيخش في انفانيات لوبا خلاص طيب اللعيب بتاع الكي مينز ان انت يعني لازم تقول لكي بتاعتك يا من الامبوت لالاجرزم بتاعه قول انت عايز كم كلاس طب انا انا مش عارف انا اصلا مش عارف انا زي زيك مش عارف انت سامل تتقسم لايه لازم تقول لكمبيوتر لازم تقول لي انت عايز تقسم له كم جروب خلاص لانه ما ينفعش يعمل جروبينج بزد على واحد واثنين وتلاتة واربعة ويقول لك بقى شوف انت عايز ت هتعمل ايه لأ هو لازم انت تقول له هو الكي بتاعتك بكام الاللة الثانية والمهمة جدا للكي مينز اللي هتدام في المثال بتاع اللوان دي ان انت الكي مينز بيعتمد على انشية البالوز يعني انا لو لو عندي مثال هنا لو انا عندي مثال ماشي احنا هنا مثلا لما جينا بدأنا هنا في دي قلت انا اختار النقطة دي والنقطة دي على ان هي ايه دول المينز بتوعي انا اخترهم ايه عشوائي افرض بقى انا كنت مختارة النقطة دي مثلا والنقطة دي لو انا كنت مختارة النقطة دي كنت هتلاقي كمو كنت تلاقي النقط دي مثلا مثلا يعني عايزين نختار مثال ليكون اوقع شوية يعني مسلا انت عندك النقطة دي مسلا النقطة دي لما انت عندك كنت مختار النقطة دي ماشي والنقطة دي كان ايه لا يحصل كنت النقطة دي تبقى معاي النقطة دي ان النقطة دي نواضح جدا انها قريبة من النقطة دي قريبة من المين ده فا ايه لا يحصل ايه لا يحصل ده بقتي ان انت لما بتختار الانشيال بوينت بتاحتك بتاعك بتغير لانه هو اصلا داخل معاك في الحسابات يعني هو اللي خلاك تمشي في اترشن بعد كده او توقف او مش عارف ايه فهمني فالكيمين زي ما ضمن العود بتاعتها ان هي بتعتمد على الانشيال فاليوز اه اللي هي راندم لسيليكتب تبعا ما فيش المفروض ان هو المحترم يعني اعتمد على الحاجة راندم يعني بس هو ده الوضع في الكيمين خلاص الكيمين ازا كلاسترينج الاجوريزم اه 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 هو فلات و اه اه و هارد و بولي ساتيك الاجوريزم اه ما بعملش اللاوي الوبرلاب واخدنا مثال 2d وعرفنا ان هو اي اترشن بتكامد 3 مين ستابس اللي هو بحس بالكلاستر وبحس بالدستانس وبعمل جروبنج بحس بالكلاستر وبعمل دستانس وبعمل جروبنج وبقى في لما هلاقي بتاحتي نفس ال voi بحس بس��게د جديد ازاي منان هو بيكون الى الكسات آآ على النامبر المدلزواية الريقسات دي ايه دي النامبر المدلز pumpkins I ممكن اجيب لك مسال فيه ثلاثةempts ممكن ايجيب لك مسالفيه ثلاثة possible来ة فاست مخ고رات chegهامكن ايجيب لك مسال فيه ثلاثة unos ممكن ديستنس تحتك في تغير مش هيبقى كده مش هيبقى واحد ثلاثة ثمانين ناقص واحد سكوير زيادني مش عارف ايه ناقص واحد سكوير لا هيبقى معاك يعني ايه زي كده مثلا عندك كده عندك اكس واحد ناقص اكس اتنين سكوير دي لو حصل وكان عندك اه ثلاثة فيتشرز آآ زائد آآ اكس آآ سوري واي واحد ناقص واي اتنين سكوير زائد آآ ما انت عندك كان فيتشر بقى فانت عندك ال الاسمائي الاززد سوري الزد واحد ناقص زد اتنين سكوير شوف اللي انت بتعمله في اتنين اكس او في اتنين فيتشرز ممكن تعملها في اكتر من فيتشرز دي الكيمينز خلاص فاللي بيختلف من الالجوريزم للتاني او من المثال للتاني النمبر فيتشرز والنمبر فيتشرز خلاص عندك كان فيتشر ممكن ان بقى عندي فيتشر واحد طيب اكس ون ناس اكس تو طيب عندي تو فيتشرز بكس ون ناس اكس تو سكوير زائد وي ون ناس وي وان تو سكوير طبعا تلاتة يبقى الغط الزد وهكذا ممكن بأربعة ده اللي بيتغير وانت شغيل ممكن احسب اكتر ما باش عن Lubrers واحد فابقى عندي تلاتة يعني البتاع دي تقرر ده احسب الدستانس بتوني السمبل الاولي وكلستر اولاني ودستانس بتوني السمبل الاولي وكلاستر التاني ودستانس بتوني السمبل الاولي وكلاستر التالت فانا معادي ده ده بس ايه اللي هو يعني لو انت فاهم فتح لي خلاص دي كان الكيمينز أتمنى أنه هو يكون واضح وهو Clustering algorithm وهو blind إلى حد ما يعني ما بيطلع grouping كده من وجهة نظره وطبعا هو يعني هو بيساعد يعني هيعمل إيه هو ما عندوش أي guidance ما عندوش أي حد بيساعده في أنه هو يعمل grouping فبيgroup بالطريقة دي بيفترض أن ال distance هي طريقة منطقية في حساب ال values في حساب grouping أو clusters طيب ده K-means وهنأخذ المحاضرة الجاية مثال على K-means في 1D مثال أو أكتر